اشتركوا في القناة الموضوع الذي اخترته لكم اليوم هو موضوع دعوي يرتبط أيضاً بجانب تاريخي وجانب إعلامي فضلاً عن الجانب الإصلاحية والفكرية فيها وهو كما نوه الشيخ عمار قبل قليل تنوير الأفكار والمجلة الدعوية الرائدة في العراق تاريخها ومعالم إصلاحي فيها هذه المجلة هي من المجلات الرائدة في الجانب الدعوي في العراق ورائدة لأسباب عدة السبب الأول هو قدمها فتاريخ ظهورها يرجع إلى سنة 1910 ظهرت في بغداد والسبب الثاني هو قيام عدد من علماء بغداد المعروفين في ذلك الوقت بإنشائها فهي مجلة دعوية يشرف عليها عدد من العلماء فضلاً عن الكتاب والباحثين من أصحاب الفكر والنظار والإصلاح وقتها وقد انشأت هذه المجلة في مدينة الأعظمية تحديداً وقام على إنشائها ثلاثة من علماء ومثقفين الأعظمية هم الأستاذ عبدالهادي الأعظمي المنشئ الرئيس للمجلة صاحب الفكرة ومعه هو الشيخ نعمان الأعظمي والشيخ حمد الأعظمي فضلاً عن عدد من الكتاب الآخرين من أهل الأعظمية وغير الأعظمي الذي يشاركوا في إعدادها كما سيتبين لنا بعد قليل نهجة هذه المجلة نهجة إصلاحية واضحة واختطت خطة إرشادية دعوية لطابع فكري واضح وصريح وباشا منذ البداية قرنت فيها بين عدة أمور فقد قرنت بين الدعوة لإصلاح وترقية العلوم ونشر الدعليم وتعزيز مؤسساته والدعوة إلى الله والتعريف مقاصد الإسلام وحكمه وبيان جانب من تاريخ التشريع وجوانب من البيان والإعجاز في القرآن وما يتعلق بهما من موضوعات كانت مدار بحث ونقاش وجدل وقتها كما رأيتم هذه العناوين أساسا هي في صلبي غالب المجلات الإسلامية وقتها دعوية تنكانت أو تقافية لكن زادت عليها المجلة أمورا أخرى جعلتها منذ اللحظة الأولى تتميز عن صحف ذلك الزمان من ذلك نقلها لأخبار المسلمين في العالم ومتابعة قضاياها والتحذير من البدع الرائجة والأخطاء الشائعة ونشر حلقات مسلسلة عن تاريخ الإسلام وقصة العرب المعاصرة وحتى عادات البدء وطبيعة حياتهم الاجتماعية وهي لذلك من الأبواب والمقالات المتنوعة والمنشورات التي تنشرها المجلات الأخرى من قبيل التعريف بالكتب والإصدارات والمجلات الدورية والصحوف العراقية والعربية والمسلمة وزادت شيئا لم يكن مطروقا سابقا وهذا هو أحد جوانب الإصلاح في هذه المجلة إذ وضعت بابا خاصا أو حقلا خاصا في آخر المجلة لبيان الأحاديث الموضوع والتحذير منها والتنفير من روايتها وذكرت في هذا الباب أحاديث كثيرة كذلك أكاد يكون كل عدد يحتوي من سبع إلى عشرة أحاديث وللأسف لم تحظى هذه المجلة بما ينبغي لها من اهتمام وعناية لدى دارسي تاريخ الحديث ولدى دارسي تاريخ الصحافة تحديدا في العراق فلم يتوقف عندها إلا من داروا من هنا غابت أخبارها على مدى وقود طويلة وبقيت المعلومات عنها محصورة في الغالب في تراجم منشئها ومحرريها في كذب التراجم العامة ولدى مؤرخي الصحافة في العراق فعندما نقرأ مثلا للمستاذ وليد الأعظم رحمه الله سيرة حمد الأعظم وسيرة عبد الهاد الأعظم وسيرة نعمان الأعظم في كتابه تاريخ مدرسة الإمامة بحنيفة سنجد بأنه يتحدث عنهم في سيرهم أنهم أنشأوا مجلة تستميل الأفكار كذلك في كتابه تاريخ الأعظمية وإذا عدنا إلى الكتب العامة سنجد إشارات سريعة وقليلة يعني مثلا رفائل بطي الصحف المعروف صاحب جريدة البلاد العراقية في كتابه الصحافة في العراق لم يتطرق لهذا الموضوع نهائيا لم يذكر هذه المجلة فعندما ذكر مجلات وجرائد أقل شأنا منها قد يعتذر له بأن كتابه كان محاضرات في الصحافة في تاريخ الصحافة في العراق وقلقها في محضر الدراسات بحوث الدراسات العربية في مصر ولكنه اقترب من زمان المجلة وتجاوزه قليلا عندما تحدث عن الصحافة في العراق قبل الحرب العالمية الأولى وعطى نماذج لاتجاهات الصحافة ولم يشر إليها بعد ذلك فعل فعلا أفضل منه قليلا ولكن أيضا كما يقولون لم يعطي الموضوع حقه وهو المؤرخ المعروف بالرزاق الحسني في كتابه تاريخ الصحافة العراقية قال عن المجلة تنوير الأفكار مجلة دينية أدرية سياسية تصدر كل شهر مرة صاحب امتيازها السيد عبدالهادي الأعظم ومديرها المسؤول نعمان الأعظم أو نعمان أعظم هكذا بدون الفلام على طريقته مقتع ضرز عددها الأول مطبوعا في مطبعة الشعبندر بمغداد في عشرين شعبان 1328 طبعا الموافق لتسعة وعشرين آب 1910 ميلادين وكان عدد الصفحات 40 صفحات بالقطع المتوسط وبقيت تصدر سنة كاملة ثم احتجبت هذا كل ما رواه عبدالرزاق الحسني عن تنوير الأفكار وكذلك فعل عبدالكريم العلاف في كتابه بغداد القديمة فقد نقل مقاله الحسني مختصرا واقتصر على وصف المجلة بالدينية السياسية رافعا وصف الأدبية منها فهي عنده مجلة دينية سياسية كانت تصدر في بغداد مرة في كل شهر صاحبها عبدالهادي الأعظمي ومديرها المسؤول نعمان الأعظمي وذكر أيضا التاريخ لكن ذكر التاريخ هنا عشرين شعبان 1328 هجرية يقابلها سنة 1326 رومية بحسب التوقيت العثماني وقتها اللي قابل 1910 ميلادي ولم يخرج عن هذا النمط إلا الدكتور منير بكر التكريتي في دراسة متأخرة في سبعينيات القرن الميلاد العشرين بكتابه الصحافة العراقية والتجاهات والسياسية حيث أفرد للمجلة عدة صفحات ونقل مقاطع عدة مقالاتها ومنشوهاتها كاشفا بها عن طبيعة المجلة وتوجهاتها وجهودها وهو جهد مشكور ومهم في مسير التوثيق تاريخ هذه المجلة من ذلك يقول مجلة تنير الأفكار مجلة شهرية صدرت في بغداد عام 1910 لصاحبها عبدالهادي الأعظم ومديرها المسؤول نعمان الأعظم وقد جاء في ترويستها أنها مجلة دينية أدبية سياسية خادمة للدين والعربية والمطالع لهذه المجلة يجدها تصب جل اهتمامها على نشر مبادئ الدين الإسلامي والتعريف مشاهير رجال العرب وتفسير آيات القرآن جاء في عددها الأول عن لنا إنشاء مجلة ندعوها تنير الأفكار هدفها نشر الدين الإسلامي والتعريف مشاهير العرب وتفسير القرآن ونبه بعد ذلك على عدم اقتصارها على ما تقدم من أهداف بقوله كما أنها لم تهني للنواحي الأخرى الثقافية والسياسية وإصلاحي حال العراق ثم عاد بعد ذلك إلى بيان بعض النمال سيتأتي إن شاء الله في موضع مناسب يعود هذا عدم اشتهار المجلة أولاً لإغفال هؤلاء والإغفال أحياناً يكون مقصوداً أو غير مقصود فإذا منا إلى أنه غير مقصود نقول لعل السبب في ذلك هو أن المجلة اشتهرت بمقال مهم ظهرت في عددها السادس للشيخ نعمان الأعظم يتحدث فيه عن ضرورة إصلاح مدرسة الإمام أبي حنيفة أي كلية الإمام الأعظم وقد كتب مقالاً على شكل رسالة وجهها بلسانة الإمام أبي حنيفة إلى خليفة المسلمين وقتها إلى السلطان العثماني في وقته يطالبه فيها بإصلاح حال المدرسة وإنقاذها من الوضع الذي هي فيه هذا المقال اشتهر كثيراً كانت الفكرة ذكية والمقصد نبيل وجهود الشيخ نعمان الأعظم كانت كبيرة فطغت هذه الرسالة وخبر هذه الرسالة على مؤرخي التعليم والصحافة حينها لذلك عندما نحاول أن نبحث عن موضوع هذا المقال نجد أن من أرخ للتعليم في العراق اعتنى به أكثر من من أرخ لتاريخ الصحابة مثال ذلك عبد الرزاق الهلالي في كتبه عن تاريخ التعليم في العراق تاريخ التعليم في العهد الأثماني ثم تاريخ التعليم في عهد الاحتلال البريطاني يشير إلى أن مدرسة الإمام بي حنيفة وكلية الإمام الأعظم هي من كليات العالية والمعاهد العالية في العراق كما يسمونها وقتها ويشير إلى هذه القصة فهي أصفعت لك أنها المصدر الرئيس لهذه المعلومة هذه الشغرة كأنها أغنت المؤرخين عن البحث عن المجلة أو تصفح صفحاته والبحث فيها إلا منير بكر التكريتي لما؟ لأن موضوع كتابه هو الصحافة في العراق واتجاهاته السياسية والاجتماعية فهذا يقتضي منه أن يبحث جميع الاتجاهات لأنها كانت رسالة علمية لكن هذا يؤشر عندنا نقصا في مؤرخي الحركة الإسلامية في العراق في مؤرخي تاريخ الدعوة في العراق والصحافة الإسلامية في العراق أنهم لم يتوقفوا عند هذا الأمر ومروا عليه مرورا سريعا حتى الشيخ يونسي السامراء رحمه الله بكتابه تاريخ الصحافة الإسلامية في العراق كان يورد أسماء الصحف والمجلات إرادا سريعا يذكر الاسم الصحيفة أو المجلة رئيس التحرية تاريخ الصدور وهكذا بدون توقف كان يشبه بسرد لهذه الأسماء ومن هنا كانت أهمية الحديث عن تنوير الأفكار والتعريف بها شهرة هذا المقال جعلت بعض الصحف العربية تعيد نشر المقال من مجلة تنوير الأفكار ومنها الصحف يعني خلنا نقول معروفة في لبنان وفي القاهرة أشهر حتى من تنوير الأفكار وأقدم منها زمنا ولكن لأهمية الموضوع وعلاقته بالإمام بحنيفة والمذهب الحنفي وما يعني يتعلق بذلك من عناية الدولة العثمانية بحسباني أن مذهب الدولة والمذهب الحنفي جعلت هذا الموضوع يحظى بعناية هذه الصحفة تنقله عن تنوير الأفكار إذا عدنا إلى تنوير الأفكار بشكل عام فقد ذكرت هيئة تحرير المجلة في عددها الأول أنه لديها رخصة لإصدار صحيفة أيضا بالاسم نفسه تنوير الأفكار استحصلوا رخصة لإصدار صحيفة ومجلة بالاسم نفسه ولكن أصدروا المجلة أولا ثم اعتذروا عن إصدار الجريدة في وقتها لأسباب ما ساعدتهم لأن الجريدة تحتاج جهودا أكبر محظين أكثر إنفاق مالي أكبر فكأنهم أرادوا أن يروا تجربة المجلة إذا نجحت بعد ذلك تصدر تجربة الجريدة أو تصدر الجريدة ولكن للأسف مجلة تنوير الأفكار على الرغم مما نشرت خلال أعدادها في السنة الأولى توقفت في هذه السنة ولم يصدر منها إلا عشرة أعداد الحديث سيكون عن الشكل الخارجي أو وصف المجلة الظاهري ثم بعد ذلك نتحدث عن الشكل الداخلي وصف المجلة من حيث الموضوعات أنشأ الجريدة ثلاثة من مثقفين الأعظمية كما قلنا وعلمائها عبدالهادي الأعظمي هو صاحب الامتياز عبدالهادي الأعظمي من مثقفين الأعظمية عمل مدرسا مدة ملزمة في كلية الإمام الأعظم بخاصة الإمامة في حنيفة ودرس فيها العلوم الأخرى غير العلوم الشرعية العلوم المساعدة التي كانت تدرس وقتها وعلى سيما العلوم المتعلقة بالتاريخ والثقافة العامة وكان ناشطا وطنيا أولا وناشطا مدنيا ثانيا ومن مواقفه المشهورة أنه حرض كما تذكر المصادر عمال الدباغة في الأعظمية في سنة من السنوات على الإضراب المطالبة بتحسين أوضاعهم وظروفهم وهذه أصبحت نقطة بارزة كثيرا مما يحدثون عن تاريخ الحركة العمالية في العراق يشيرون إلى هذه الجزئية ولاحظوا أن هذه الحركة جرت في أيام في العهد العثماني يعني قبل إعلان الدستور سنة 1908 بقليل وبعد إعلان الدستور وتاريخه إصدار المجلة في سنة 1910 فهم على الرغم من أنهم يؤيدون الدولة العثمانية ويعدونها حكومتهم ويتحدثون معها بلسان حكما سيأتي في بعض النصص بعد قليل إلا أنهم أيضا كانوا يعترضون وينتقدون ويبرزون رأيهم على خلاف ما هو شائع في كتب التاريخ الحديث والمعاصر العراقي ورد في واجهة العدد الأول قول محررها يقوم بنفقتها وتحرير هاي المجلة نخبة من الكتاب ومن هؤلاء الكتاب غير المحررين الثلاثة الرئيسيين لهم عبدالهاد الأعظمي ونعمان الأعظمي وحمد الأعظمي يبرز اسم عبدالله الأعظم الذي وصف في العدد الثاني بأنه رئيس التحرير والتحبير رئيس تحريرها وتحبيرها ثم تحول وصفه إلى المحرر الأول لها وأيضا خير الهنداوي والوطني والشاعر المعروف الذي وصفته المجلة بأنه من أركان الهيئة التحريرية فإذن لدينا الآن خمسة من الكتاب والمحررين المعروفين لهذه المجلة فضلا عن بعض الشعراء والكتاب الذين كانوا يرفضون المجلة بدون أن تطلق عليهم أي صفة أو يأخذوا صفة التحرير الدائم المجلة طبعا شهرية سنتها عشرة أعداد يعني تصدر في السنة عشرة أشهر وصدرت فعليا أو صدر منها فعليا عشرة أعداد فعلا لكن في تسعة أشهر لأنه تم دمج عددين من الأعداد وصدرها في وقت واحد لظروف ألمت المجلة وقتها لكن حافظت على عدد الصفحات بمعنى أن العدد المدمج هو عددين فعليين ثمانين صفحة كل عدد أربعين صفحة وللمجلة أيضا متعاونون كثر في جمع الاشتراكات في عدد من مدن العراق والكويت والبحرين والموصل والمصر والزبيل والشطرة وكالبلاء والنجف وكانت تذكر أسماؤهم كاملة على الصفحة الأخيرة على الغلاف الأخير أو في الصفحة الأخيرة من المجلة ويبلغ أسماؤهم عشرات في كل مدينة من هذه المدن يتعهد بتوزيع المجلة وأيضا يقبض الاشتراكات أما المراسلات فقد أعلنت المجلة في أحد أعدادها قالت العائد لإدارة تنوير الأفكار من الرسائل والمكاتيب وغيرها توضع عند نعمان الأعظم الكتب الناشر المشهور البغدادي حتى لا تضيع وينبغي أن تعلم الإدارة بذلك غالبا إدارة البريد يقصدونه فإذن المراسلات كانت تتم بواسطة أبرز ناشر للكتب في بغداد وقتها وهو نعمان الأعظم طبع العددان الأول والثاني منها في مطبعة الشابندق في بغداد ثم طبعت باقي الأعداد في مطبعة الأداب والمجلة كانت تنشر برقم واحد متسلسل بدأ بالرقم واحد في العدد الأول وانتهى بالرقم 416 في العدد العاشر يعني صفحاتها متسلسلة لأن تعد هذه الأعداد مجلدا واحدا وهكذا تقول المجلد الأول الجزء الأول أو الجزء الثاني وتقصد فيه العدد الأول أو العدد الثاني ويتراوح عدد الصفحات بين 39 إلى 49 صفحة خمسة أعداد من الأعداد التسعة العشرة التي صدرت كانت صفحاتها متساوية 40 صفحة أعلى رقم لأحد الأعداد 49 صفحة وأقل عدد 39 ومن نسخها النادرة وهذا أحد أسباب عدم انتشار ذكر المجلة أن النسخ غير منتشرة لأن صدرت سنة واحدة وفي سنوات متقدمة فلم تبقى منها أعداد إلا عند بعض هواد جمع الكتب والمخطوطات أو المعنين بتاريخ العراق فالنسخة المشهورة التي صورت منها بعض الأعداد هي نسخة محفوظة في مكتبة مديرية الآثار العامة في خزانة المورخ المعروف المحامي عباس العزاوي رحمه الله والنسخة الثانية المتداولة الآن على شبكة الانترنت إذا تبحثون على الانترنت ونحن إن شاء الله نرسلها لكم المجلة BDF كاملة حتى نوفر عليكم الجهد في هذا الموضوع هي مصورة عن النسخة التي كانت تحتفظ بها مكتبة الأعظمية لصاحبها إبراهيم عبد الرزاق رحمه الله وهي نسخة جيدة فقط بعض الأسطر في الصفحات الأولة من العدد الأول يكاد يكون الصطر الأول نتيجة القطع للتجهيد قاد اختفى ممكن أن ترمن بطريقة ما الشكل الداخلي للمجلة المقصود به مادة المجلة وموضوعاتها حوت المجلة على الرغم من حداثة سنها وقصر عهدها غالب أنواع الفن الصحفي المعروفة وقتها ولم تقتصر على بعضها كما هو شأن غالب رصيفاتها المعاصرة لها أو حتى المتأخر عنها في الصحافة الإسلامية فنظرت المقارنة بين مادتها ومادة بعض المجلات الأخرى تظهر ذلك بوضوح فقد حوت الاكتتاحية والأخبار والمقالات والتقارير والمقالات المسلسلة الطويلة وعرض الكتب ونشر فصول منها والتعريف بالمضوعات الجديدة عراقية كانت أو غير عراقية ومتابعة أخبار الصحف والمجلات والتنويه بها وبريد القراء والشعر وأحيانا الإعلانات ولم تغب عنها إلا الحوارات التي لم تكن معهودة في صحافة تلك الأيام ما كانت الحوارات معروفة في كل الصحافة وقتها الحوارات جاءت في مرحلة متأخرة وتنشر أيضا أخبار المسلمين في العالم ومقتطفات من الأخبار العامة ذات الاهتمام والرسائل الواردة إليها وتعرف أيضا بالكتب المهتات إليها من علماء العراق وغيرهم نحو ما فعلت مع مؤلفات الشيخ مصطفى نور الدين الواعب وغيره ولديها حقل ثابت في آخر المجلة قلنا أنه تنشر فيه الأحاديث الموضوع وتنشر فهرس لمحتوياتها في صفحة الغلاف الأخير باستثناء العدد الأول حيث كان هذا الفهرس في الصفحة الأولى بعنوان فهرس المضامين واجتمل عددها الأول على الموضوعات الأذية هنا ندخل في صلب المجلة حتى نتعرف على طبيعة الطرح الدعوي والإصلاحي والثقافي فيها أولا المقدمة ويكتبها عادة عبدالهادي الأعظم فكتب مقدمة للعدد الأول صرح فيه بهدف المجلة قائلا كان حقا على كل مؤمن نور الله في قلبه الإسلام أن يشمر عن ساعد الكسل ويقوم بنشاط تام يدعو الناس إلى الطريقة القويمة والمحجة المستقيمة كلام حذفت لأنه فيه تفاصيل غير ضرورية لذلك عنا لنا إنشاء مجلة ندعوها تنوير الأفكار عسى أن تكون منورة لأفكارهم إذا بحثوا فيها نجوا ولو فتشوها خلص فأخذ مني التردد فتارة أقدم رجلا وطورا أؤخر أخرى لما أني أعلم أن سلوك هذا الطريق لي ليس بالأمر السهل الحين بل من الصعب المتعسر سيما وأن أنصار الباطل بلغوا من الكثرة منهاها ومن الإصرار على الغي غايته ولكن الله تعالى أدخل في روع استشارة حضرات الأصحاب هنا إشارة إلى حمد الأعظم ونعمال الأعظم في ولوج هذه اللجة واقتحام ميادين تلك الشدة فلبوا جزاهم الله تعالى دعائي وأظهروا هذه المجلة من حيز القوة إلى فضاء الفعلي شكر الله تعالى سعيهم وقد رأينا هنا يقول وقد اخترنا أن يكون مدير المجلة الشيخ حمد الأعظم لكن بعد مدة ظهر على الغلاف أن مدير المجلة هو المسؤول نعمان الأعظمي فكانهم قسموا المهمة إلى مدير مسؤول ليتواصل مع القراءة ومع الجهات الأخرى وإلى مدير أقرب ما يكون إلى سكرتير تحرير أنه هو الشيخ حمد الأعظمي رحمهم الله جميعا يعود عبدالهاد الأعظم فيقول وقد رأينا أن يكون مسلكها المستمر ومنهجها الدائم أن نفرغ بعضها لبيان ما اجتمل عليه القرآن الكريم الأسراري والحكم ونبين فيه دين الإسلام دين الفطرة الذي لا يقول الله تعالى دينا سواه وبعضها يعني نفرغ بعضها بعض المجلة بعض صفحات المجلة في ذكر من غبر من مشاهر الإسلام في الحروب والسياسة وبعضها لبيان ما اجتمل عليه عراقنا من السياسة وما ينبغي له وما يقتضي لإصلاحه أي نقطة مهمة جدا إذن أهداف المجلة ثلاثة الهدف الأول هو دعوي والهدف الثاني تاريخي في أخبار من غبروا سيرهم من زعماء الإسلام في الحرب والسياسة كما قالوا ومشاهر الإسلام والثالث هو سياسي بيان الوضاع السياسية في العراق والسبل الإصلاح إذن السبيل السياسي وسبيل الإصلاح هو أحد الأهداف الثلاثة لإنشاء هذه المجلة التي أنشأها علماء ومدرسون مدرسة الإمامي بحنيفة يدل هذا على أنهم كانوا معنيين جدا بالشأن السياسي في ذلك التاريخ المتقدم من تاريخ العراق وهذه أيضا الصورة غير ظاهرة وغير منتشرة عن علماء الصورة الغالبة أنهم مجغولون بالتدريس والذكر وحتى موعد دعوة كان ليس معروفا عندهم ومنتشرا كثيرا وهي صورة نمطية تحاول كثير من المصادر أن ترسخها لأسف في أذهامنا وفي أقول أول موضوع لاحظوا الافتتاحية وبيان الأهداف أول مقال ينزل بعد الافتتاحية في أول عدم المجلة كان بعنوان الأديان ومقاصدها الأديان ومقاصدها حديث عن المقاصد سنة 1910 في مجلة إراقية كتبه الأستاذ عبدالهاد العظم أيضا وفيه كلام نفيس عن المقاصد المقال الثاني القرآن والكلام المعجز وفيه حديث عن إعجاز القرآن البياني وغير البياني وأيضا هذه الدراسة أصبحت دراسة أو مقال مسلسل انتشرت قريبا على ثلاثة أو أربعة أعداد من المجلة وهي دراسة نفيسة جدا أيضا ولم تستخرج ممكن استخراجها ويعادة ترتيب وطباعتها لإظهار هذا الجهد الكبير الذي بذله هذا المثقف الفضل ثم مقال مطول بعنوان العراق وهو مقال طويل عن سبل الإصلاح في العراق وسيرد بعد قليل إن شاء الله أذكر بعض ما فيه ثم عوائد العرب ثم مقال مطول عن تجربة حركة الأرض الدورانية وهو مقال في إثبات دوران الأرض ثم سؤال وجواب هذا الطريف تحت عنوان أسئلة جبرية حقل صغير فيه إجابة على سؤال في الرياضيات من أحد طالبة مدرسة المكتب الإعدادي أي المدرسة الإعدادية ببغداد ثم القسم الأدبي وفيه قصيدة من تسعة وثلاثين بيتاً بعنوان تنبيه وإيقاب من الشاعر عبد الرزاق الكرخي وقصيدة من عشرين بيتاً بعنوان أين كنا وأين صرنا لخير الهنداوي ثم مقال بعنوان الحرية الدينية في روسيا نقلت فيه المجلة خبراً عن بعض الصحف العربية والتركية عن اضطهاد الروس للمسلمين وإجبارهم على تحليق صورة الإمبراطور والإمبراطورة في المدارس والجوامل وعلق عليه كاتبه طويل المنتقداً ذلك وما جاء فيه وضعوا عبارة تنوير الأفكار يعني هذا قولنا أو تعليقنا إن عمل روسيا هذا ليس هو أول عمل تتشبث به للتعرض بالمسلمين بل لم تزل الأخبار توافينا كل يوم بعمل جديد للتوصل إلى ضغط المسلمين في دينهم بل لكل من خاف الكنيسة التي عليها الإمبراطور والإمبراطورة وهي وإن منحت القانون الأساسي للدومة مجلس الدومة الحالي فلا تزال تخالف قواعده الأساسية وهو كما تقول المجلة الحرية الدينية في عائلة المسلمين هكذا مصطلح كان شائع وقتها ندل ما يقول مثلاً الديانة المسلمين الديانة الإسلامية الطائف المسلمين حائلة المسلمين وكذا في عائلة اليهود من أهل الكتاب لو أنصفت أي حكومة روسية ورجعت إلى وجدانها لرأت أن المسلمين عليها أي على روسيا حقوقاً فمنها حق التعليم وحق أيطاء الحرية الدينية لنصار الروس وغيرهم من مجيء محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وغير ذلك من الحقوق والتاريخ شاهد عدل على ذلك ثم مقال بعنوان خطاب إلى أنجاب العرب ثم خلاصة الحوادث الأخبار الشهرية ونقلت فيها أخباراً من عدد من الصحف والمجلات الداخلية والقارجية وأخبار الوزارات والدواري الحكومية في بغداد وفي الأستانة ثم مقال قصير بعنوان إلى أنظار ولاة الأمور أشبه بشكوى عن سوء الأحوال في بعض المناطق ودعوة ولاة الأمور إلى مراحاة أحوال الناس وأخيراً الأحاديث الموضوعة أو حقل الأحاديث الموضوعة بعنوان الأحاديث الموضوعة احذروها أوردت فيه سبعة أحاديث الموضوعة شائعتنا الألسنة وحذرت منها وفي العدد الثاني عنونت لهذا الحقل بالأحاديث الموضوعة اعلموها واتقوها وذكرت هذه المرة ستة عشر حديثاً ثم في الأخير اعتذار للقراء عن بعض الأخطاء وهكذا تستمر مضامين المجلة في أعدادها وتتابع الأعداد التالية مع فوارق تقتضيها طبيعة النشر لكن بقت المجلة محافظة على سمتها العام الدعوي الفكري الإصلاحي الثقافي ولم يتراجع الأداء فيها على مدى عشرة أعداد بسنة كاملة المستوى يكاد يكونوا واحداً معالم الإصلاح في المجلة وهذه نقطة مهمة ينبغي التوقف عندها كثيراً المجلة بطبيعتها مجلة دعوية اعتنت بهذا الجانب كثيراً ولكن قرنته بجانب الإصلاح وبذلك عدت الأمرين متلازمين وموضوعاتها الدعوية واضحة ومباشرة وعنيقة ومدركة لكمال الدين والسعة الشريعة وشمول الدعوة ونماذج طرحها عالية المستوى وكثيرة نكتفي منها هنا بنصوص نصوص كثيرة حقيقة حرت في أي نص أذكره ونص لا أذكره وأخيراً اقتصرت على بعض النصوص من العدد الأول والثاني والثالث وتركت الأمور الأخرى لدراسة أوسع عن هذا الموضوع فمثلاً في المقال الأول عن القرآن ومقاصده يقول عبدالهاد العظمي يأمر القرآن بعبادة الله تعالى وحده وعبد الله مخلصين له الدين لاحظ يعطي القاعدة ومعها تليل يأمر القرآن بوجوب اعتقاد حقية جميع الرسل هكذا عبر والمؤمنون كل آمن بالله وملاكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله يأمر القرآن بتوجيه النظر في أحوال الكون واستعمال القياس العقل الصحيح والركون إلى ما حواءه الكون من النظام ليعلم أن العالم صانعاً عالماً قادراً حكيماً سميعاً بصيراً لا يموثل أحد هذا ليس كمثله شيء يأمر القرآن بالعفو عن المسيء والإعراض عن سيئات يخذ العفو وأمره بالعرف وعرضه عن الجاهلين هذا بعد أن أباح لهم المقابلة بالمثل فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتق الله لاحظ هنا الموازنة يعني من جانب قال يأمر بالعفو وعن المسيء يعني يأمر بالسلم والسلام لكن مع المقابلة بالمثل عند الحاجة إلى ذلك والتعامل بالقوة ليس كنهج بعض المجلات التي تدعو إلى هذا الاتجاه أو ذلك الاتجاه تعرفون بأنه أصبحت القضية بعد ذلك خاضع لضغوطات وموازنات يقول يأمر القرآن بتحسين الدعوة لأهل الكتاب خصوصا ولعامة الناس عموما ودع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي يأحسن يأمر القرآن بالتذكير وينهى عن الهيمنة والسيطرة على عقيدة واحد من البشر فلا سلطان لأحد على إيمان آخر وهذا مبدأ مهم جدا وأن يذكر من علماء في سنة 1910 في بغداد ويؤصل له طبعا مع مراعاة الضوابط الشرعية في موضوع الذي يخرج من الإسلام ويرهن يتحدث عن الدعوة أن الدعوة لا تكون قهرا أو جبرا أو خيمنة ثم يمضي الأستاذ عبدالهادي الأعظم في بيان أوامر القرآن في مختلف جوانب الحياة بالطريقة عينها يلم هنا عن العقيدة عن الدعوة عن القرآن أخذ الجوانب الأخرى الاجتماعية والتاريخية وما إلى ذلك أما في الجانب الإصلاحي فيكاد يكون هذا هو هدف مؤسسي المجلة إذا انتهينا من الجانب الدعوي هدف تأسيس المجلة كما يظهر من عبارات عبدالهادي الأعظمي ونعمان الأعظمي في مواضع أخرى هو الإصلاح فكأن الجانب الدعوي والثقاش والفكر أمر مفروغ منه وهو ضرورة ولكن الهدف الأصيل للمجلة الذي تبغي تبغيه إدارتها هو الإصلاح لذلك اتخذوا من المجلة سبيل من سبل الإصلاح لما كانوا يرونه من أهمية الصحافة وقتها وقتها كانت الصحافة وسيلة مهمة من وسائل الإيصال الأفكار للناس ما كانت تكون وسيلة غيرها فقط وسيلة الصحافة لكن حدث متغير مهم جدا في العراق في سنة 1908 وفي المنطقة عموما وهو إعلان الدستور العثماني بإعلان الدستور العثماني سنة 1908 بغض النظر عن من أعلنه وكيف تحول إعلان الدستور بعد ذلك إلى وسيلة للضغط من جماعة الاتحاد والترقي وفرض هيمنتها والسعي إلى سياسة التتريك وما حصل بعدها بغض النظر عن هذا جميعا إعلان الدستور فسح المجال لحرية ما في الصحافة فتكاثرت أعداد الصحف والمجلات في البلاد العربية والإسلامية ومنها العراق فمورخوا تاريخ الصحافة في العراق يقولون بأنه حصل فارغ كبير جدا بين عدد المجلات والصحف قبل سنة 1908 أو قبل إعلان الدستور وبعد إعلان الدستور ولاحظوا أن مجل التنوير للأفكار متى صدرت صدرت سنة 1910 يعني بعد سنة أو سنة نصف تقريبا من إعلان الدستور مستفيدة من الجو الحرية الصحافية ورحبت أيضا بإعلان الدستور على استحياء ولكن حذرت من المخاطر التي تنهجها حركة الاتحاد والترقي ثم أصبح بعد ذلك هؤلاء الثلاثة حمد الأعظمي وعمد الهاد الأعظمي ونعمان الأعظمي من أكثر الناس يعني تحريدا ضد الاتحاد والترقي ووقوفا بوجهها بحكم تغير أهداف القائمين على الأمور في الأستانة هذا المجال يركز على هذه النقطة وينتبه لها أحد مورخي حياة الشيخ نعمان الأعظمي وهو الشيخ محمد صالح السهروردي في كتابه المعروف لب الألباب يقول عن الشيخ نعمان لما علم أن الصحف لها تأثير في تحصيل المطالب أنشأ مجلة تنوير الأفكار الدينية وصرخت في العالم صرخت الإصلاح وأفادت وأثرت هذا مهم لأن الكتاب صدر سنة 1933 لب الألباب يعني بعد صدور المجلة ب23 سنة فلما يقول صرخت في العالم صرخت الإصلاح إذن نية الإصلاح كانت واضحة وظاهرة وملموسة لعلماء وطلبة العلم وقدار وإيضا يقول أفادت وأثرت طيب نبحث عن مجالات الإفادة والتأثير سنجدها في النتاج الذي خرج من نعمان الأعظمي وحمد الأعظمي وعبد الهادي الأعظمي في كلية الإمام الأعظم لأنه درسوا فيها واتخذوها منصة ووسيلة كما يقول شاهد آخر نترك السهرة وردي هل تنجيب شاهد بعيد عن هذه الساحة هو رفائل بطي اللي أغفل التعريف في تنوير الأفكار لكن يعني خلنا نقول الأفضال تذكر للناس في كتاب ذكريات أو ذاكرة بغداد أو ذاكرة بغدادية يتحدث عن أثر الشيخ نعمان الأعظمي وعبد الهادي الأعظمي في زرع الأفكار الوطنية والقومية في طلبة ونفوس كلية الإمام الأعظم وفي الأعظمية وفي بغداد وكيف أنهم كانوا يجعلون من هذه الكلية ومن دروسهم فيها فرصة لبث هذه المشاعر والأفكار ويمتدحهم بكلام جميل جدا في هذا الكتاب وهو مطبوع طبع سنة 2010 ننتقل بعد ذلك إلى دلالة الاسم المختار للمجلة لاحظوا إخوانا الاسم اسمه تنوير الأفكار تنوير الأفكار هناك كلمة تنوير وهناك كلمة أفكار كل هذا يدل على الأهداف المرصودة والغايات المرجوة فيتجمع في اسمها بين التنوير والفكر وكثيرا ما كان الشيخ نعمان الأعظمي في مقالاته يقتصر على الجزء الأول فيقول قلت في التنوير والتنوير تدعو كذا إلى كذا وذكرت التنوير وذكرت التنوير والتنوير هدفها كذا فكأنه يركز على هذا الجانب على اعتبار أن التنوير وهو مصطلح يعني خلال نقول الشائع وقتها مصطلح التنوير بغض النظر عن الاستخدامات السلبية له كان هو مصطلح الشائع وقتها للدلالة على الأفكار الإصلاحية والأفكار الجديدة فلما يقتصر على التنوير كأنه ينبئ بل هو يفعل ذلك لهدفها المباشر ومقصدها المطلوب وهنا ينتبه بعض مؤرخي الصحافة لهذا الموضوع ومنهم الدكتور مونير بكر التكريف الذي ذكرناه قبل قليل وهو يرصد غايات المجلة الإصلاحية ويستشهد بالمقال السياسي الأول في العدد الأول المعنوان بالعراق يقول فيه كاتبه ينقل منير بكر التكريف عن كاتب هذا المقال نص ثم يعلق عليه يقول العراق الذي نريده طبعا هذا عبدالهاد الأعظم الذي كتب هذا النص وهو الذي يهمنا الآن وينتظره أهل هذا القطر هو أعمال توردهم ذلك المورد الصافي وحركة تكون سببا لاسترجاع ذلك المجد الغابر إن إصلاح العراقيين مفتقر إلى أمرين مهمين مادي ومعنوي سكة حديد بغداد ومشروع ماء في العراق وتكثير المدارس الوطنية والابتدائية ثم ينتقل التكريتي بعد ذلك لبيان أن المجلة تنتقد رجال الحكومة وقتها ورجال الحكومة وقتها هم الدولة العثمانية في عهد الاتحاد والترقي فيقول استمع إليها في المقال نفسه تصف رجال الحكومة وصفا يدل على ضعف إدارتهم وجهلهم في أبسط الأمور ومن خلال هذا الوصف تحشره هذه عبارة التكريتي يعني كان ممكن يستخدم عبارة غير هذه العبارة أظهر من ذلك عبارة مهمة تقول فيها المجلة غير أن رجال حكومتنا المكلفين بالإصلاح ليس لديهم قل اهتمام جل ما يسعى إليه واحدهم تلك الوظيفة التي هي الغاية المقصودة والضالة المنشودة فتراه لا يتحرك من بيته إلا إلى كرسيه في نفس وظيفته ولا يتحرك من وظيفته إلا إلى بيته ومتنزهه تراه حائرا لا يدري متى يقبل نقوده وكيف يصرفها ومن العجيب أيضا أننا نرى الأجانب حينما يحل أحدهم أوطاننا أول ما يتدبر إليه درس لغتنا وحفظها بكل نشاط وإقبال ونرى رجال حكومتنا لا يستطيعوا أحدهم أن يكلم حتى زوجته أو ولده بلغته الوطنية وفي الحقيقة لا حياة لنا إلا بها ولا وصول إلى الإصلاح بغيرها يقصد كل ما تقدم فضلا عن اللغة العربية وكأنه يحكي حال زماننا أيضا عند كثير من الناس وانتهت كريتي إلى القول وقد اعتمدت المجلة في نشر مبادئ الإصلاحية على الشعر في أغلب الأحيان ويستشهد لما قال بقصيدة للشعر عبد الرزاق الكرخي في عدده الأول يقول فيها موجها كلامه إلى زعماء وقته وولاة الأمور والموظفين وحتى الناشطين يعني الزمان شخصان أنتم على الأموال متكي والثاني فيكم على آماله التكلا والثالث بات مطوية ضلوعي ولا يرثى عليه وإن جوعا يموت فلا هذا حالهم طبعا قصيدة طويلة وجميلة لكن أخبرت منها في هذا الموضوع وقد نشرت المجلة للشعر الكرخي وغيرهم الشعراء في أعداد أخرى ومنهم الشعراء عبد الرحمن البنى من العراق وبعض الشعراء من بلاد الشام ومصر وأهم الموضوعات الإصلاحية التي تناولتها المجلة في أعددها الأول ضعف الموارد المادية عدم وجود وسائل النقل الحاجة لمشاريع إروائية الحاجة إلى مدارس وطنية إصلاح حال موظفي الدولة الجهلة إشاعة اللغة العربية والإهتمام بها أما موضوعاتها ذات الطبيعة الإصلاحية غير ما تقدم في هذا العدد فمنها ما جاء في العدد الثاني نحو مقال العمران والسياسة في القرآن وفيه حديث عن ربط العمران والسياسة بالقرآن وأن القرآن يحوي مبادئ العمران والسياسة وهذا أيضا حديث متقدم يعني كلنا نعرف أن الحديث عن هذا المجال قرن غالبا وقتها بحمد عبد وجمال الدين الأفغاني وعبد الرحمن الكواكفي وعبد العزيز جاويش وآخرين يعني ورشيد رحمهم الله جميعا ولكن ها هو عبدالهادي الأعظمي أو عبدالله الأعظمي لأنه لم يبين أو لم تبين المجلة من كاتب المقال كانت أحيانا المقالات تنزل غفلا عن كاتبها العمران والسياسة في القرآن ثم مقال عن الأخوة في الإسلام تدى كاتبه بالقول لاحظوا العبارات المقاصد والمصالح والعمران والسياسة يعني كثير على لسان محذري هذه المجلة في مطلع هذا المقال الأخوة في الإسلام يقول الكاتب المقصد الأصلي من إنزال الشرائع منح الأمة المنزل عليها سعادة الدارين لذلك كانت الشرائع أجمع تتكفل أو متكفلة بذلك لمن خضع لها ونشرت المجلة في العدد الثالث قصيدة للشاعر عبدالرزاق الكرخة أيضا بعنوان استنهاض اجتماعي أدبي ثم نشرت مقالا مختصرا على المدرسة المستنصرية دعا فيه كاتبه وفي الغالب هو الشيخ نعمان العظمي لأنه كان معنيا بإحياء المدرسة المستنصرية بعد نجاحه في إحياء مدرسة الإمام بحنيفة دعا فيه لضرورة إحياء المدرسة وأصلاحها وأشاد بمن يتابع أمرها من إداريه وقته ومن ذلك قوله أحد محلري المجلة في عدده الأول في مقال العراق متقدم الذكر المقال الطويل الذي قلنا أنه مقال سياسي يقول إصلاح العراق مفتقر إلى أمرين مهمين أرجو الانتباه للنص الذي سيأتي بأنه نص مهم يكاد يكون مطابقا لحاجة العراق بمعنى أن حاجة العراق كان منذ قبل احتلال بريطانيا له بأربع سنوات يكتب كاتب عن حاجة العراق التي حاجة العراق بعد احتلال برادة المتحدة الأمريكية وبريطانيا له في القرن الحادي والعشرين يقول إصلاح العراق مفتقر إلى أمرين مهمين مادي ومعنوي سكة حديد بغداد السورية التي تربط بغداد بسوريا ومشروع ري العراق هذا الجانب المادي أما الجانب المعنوي فهو تكثير المدارس الوطنية الابتدائية ووضع الكليات العلمية يقول وقد بسطت ذلك وناديت به كل أحد والآن أريد أن أبسط بهذا الموضوع وأذكر القراء ما أتوفق عليه وما توفيقي إلا بالله ويزيد الكاتب فيتحدث عن رجال العراق وهنا الوصف الدقيق المهم واصفا ومشخصا لمكامل الكمال والنقص فيهم إذا حدث بصيغة المفرد فيقول رجل العراق شديد السعي قوي الأمل كثير العمل صاحب جد ونشاط لا يعارضه فتور ولا ملل على جانب من الذكاء والنباهة شديد الحافظة قوي الفكر إلا أنه ينقصه في أعماله أشياء هي العائقة له عن التقدم مادة وأدبا يعني معنويا وماديا ثم يشرع في ذكرها وهي لاحظوا النواقص في رجال العراق يعني في العراق نقص الأمن في بلاده فتراه دائما متخوفا في أعماله ينقصه فتور الحركة التجارية وسرعة مداولتها مع الآخرين لبعدها عن البلاد الأوروباوية وينقصه المواد المسهلة له أكثر أعماله كآلة الزراعة والصناعة وينقصه عدم اهتمام الحكومات به عدم اهتمام الحكومات به يعني هذه الحال سنة 1910 هي الحال عينها سنة 2022 ميلادي ويقول في فقرة فوائد الاجتماع من المقال نفسه وينقصه أي الرجل العراقي معرفة فوائد الاجتماع والتعاضد لتأسيس الجمعيات وعقد الشركات المالية والصناعية والزراعية والسكك الحديدية والملاحة والتعدين والخزانة والتنوير والبراقة والطباعة والنسج والغزل وكذا آلات الطحن ورفع المياه لتحدي الأمم الراقية في أعمالها العالية هذا هو الذي ينتظره العراقيون من حكومتهم الحاضرة يختم بهذه العبارة ويقول الشيخ نعمال الأعظمي في سياق مقال عن مدرسة إبي حنيفة العدد السادس سيرد تمامه بعد قبيل لا شك بأن لا ثبات لحكومة لا يكون قائدها الدين ورائدها العلم ومتى ما تراخت الحكومة في شعائر دينه الأصلي لا ما يحدثه الخلف إن حل وثيق عروتها لاحظوا ومتى ما تراخت الحكومة في شعائر دينه الأصلي لا ما يحدثه الخلف إن حل وثيق عروتها دعوة إلى محاربة البداع والقضاء على البداع والزائد في الدين والعودة إلى شعائر الدين الأصلية منذ ذلك الوقت المبكب تصوروا لو أن هذا الاتجاه الفكري والثقافي الذي انتشر وقتها في مدرسة الإمامة بحنيفة وفي بعض المدارس القريبة منها ثم في جامعة آل البيت التي أجهز عليها بعد ست سنوات وهذا كان حال العراق ولا ممكن نكتشف لماذا أغلقت جامعة آل البيت لأن الجيل الذي كليات جامعة آل البيت كان تقبل خريجي كليات الإمام الأعظم فيخرج الطالب من كلية يدرس فيها عبدالهاد الأعظمي ونعمان الأعظمي وحمد الأعظمي هذه المعاني ليدخل إلى جامعة يديرها فهم المدرس ويدرس فيها عبدالجليل ومحمد سعيد الراوي وعبدالعزيز الثعالبي وعبدالوهاد النائب هذه المعاني فكيف ستخرج الأجيال من هذه الجامعة فجاء المثلث العلماني وقتها في العراق وقضى على هذه الجامعة أخيرا أطلت عليكم مجلة تنوير الأفكار ومدرسة أبي حنيفة أي كلية الإمام الأعظم قلنا في مقدمة المحاضرة أن موضوع مدرسة أبي حنيفة ارتبطت بمجلة تنوير الأفكار وغطت على هذه المجلة كيف؟ هذا التفصيل لم يكتفي الشيخ نعمان الأعظمي بجهوده لحياء مدرسة الإمام بي حنيفة وسعيه لدى المسؤولين عن شؤون المعارف وولاية بغداد بل عمد إلى وسيلة أخرى مستعينا بتنوير الأفكار فكتب فيها مقالا في العدد السادس في السنة نفسها بصيغة رسالة عنوانها صورة مكتوب أبي حنيفة هذا عنوان المقال صورة مكتوب أبي حنيفة يعني كأن هناك رسالة أو مكتوب من أبي حنيفة رحمه الله وجهه إلى زمانه إلى عصره وجه هذه الرسالة من وجهه نعمان الأعظمي بلسان أبي حنيفة إلى مبعوثي مجلس المبعوثين العثماني عامة كل المبعوثين ومبعوثي العراق فيه خاصة على لسان أو على لسان الإمام أبي حنيفة رحمه الله طالبا منهم إيصالها إلى السلطان العثماني حينها محمد رشاد ليولي المدرسة اهتمامه ويأخذ بيدها من واقع الإهمال والتراجع الذي تعانيه وصراعها مع عواد الزمن للبقاء وقد نشرت هذه المقالة بعد ذلك جريدتا الإقبال في بيروت كانت جريدة مشورة والفتح الإسلامي في القاهرة والفتح الإسلامي كما تعرفون هي يعني صحيفة وسيلة إعلام بارزة كانت أو إنشاءها وإدارها مدة طويلة من الزمن المثقف والعالم والمفكر المعروف وحب الدين الخطيب رحمه الله نقلتا هذه المقالة عن تنوير الأفكار لأهميتها جاء فيها من أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي إلى مبعوثي الإسلام وبالأخص مبعوثي العراق وفقهم الله بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السبب لإرسال الكتاب إليكم أولا إبلاغ سلامي بواسطتكم إلى أمير المؤمنين محمد رشاد خان وعتابي على شيخ الإسلام وناظر الأوقاف الهاملين حقوقي ليكون معلوما عندكم أيها الأماجد أنه لا شك بأن لا ثبات لحكومة لا يكون قائدها الدين ورائدها العلم ومتى ما تراخت الحكومة بشعال دين الأصلي لا ما يحدثه الخلف إن حل وثيقه عروتها هذا النص اللي ذكرناه قبل قليل وحيث أن حقوقي على الدولة العثمانية لا ينكرها إلا من غدا لا يميز بين العلم والجهل فهم لا زالوا ولم يزالوا يحقون الحق ويعلون الباطل بأقوالي أي بأقوالي بحني فالواجب عليهم إذن محافظة حقوقي ومدرستي بمالهم فضلا عن مالي ولا يدع مدرسة في كرة الأرضية أي في الكرة الأرضية تفوق مدرستي وإني أرى الأمر بالعكس أو قافي جسيمة ومدرستي قاعا صفصفا لا ترى فيها مكتبة منظمة ولا إدارة تقوم بالطالب وحيث إن مذهب أهل الحق أن الأموات يسمعون فقد سمعت أن مدير تنوير الأفكار جزاه الله عني كل خير يقصد نعمان قدم مضبطة إلى ناظم باشا والي بغداد يطلب تخليص حقوقي وصرفها على طلاب العلم وقد كتب مدير الوقف مع ناظم باشا جزاهم الله ألف خير وكذا مجلس الإدارة مجلس إدارة بغداد مضبطة قدمت إلى طرفكم أي إلى السلطان العثماني في 13 من كانون الأول وأنا بكوني مذهبكم لاحظ الحبارة وأنا بكوني مذهبكم أطلب بسرعة إنجازها ولا فخر للحكومة بذلك إذ بمالي لا بمالها عجلوا ذلك لتحصلوا بذلك على إرضاء الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب خدم الدين والوطن يعني عادة شيخ ويكتب ماذا سيكتب إلا من أتى الله بقلب سليم ماذا قال نعمان العظمي إلا من أتى الله بقلب خدم الدين والوطن قرن خدمة الدين بخدمة الوطن الشأن الديني والشأن الدنيا أي العبارة التي نركز عليها دائما إخواني وهذا المفهوم الذي نركز عليه دائما أن العالم لا بد أن يكون ناشطا في الشأن العام ولا ينساه أبدا وهذا دليل أيضا على اللي يقولون بأنه أنتم تهتمون أحيانا عندما نتحدث عن الوطن والوطنية تهتمون بأشياء وثنية طينية وما إلى ذلك على العموم هذا استطراد لكن مهم أظن في هذا الموضوع وبقي الشيخ نعمان يتابع موضوع المدرسة بحدده ونشر في العدد السابع من تنوير الأفكار بعد شهر من نشر رسالته أبي حنيفة خبر إرسال نائب الشرع محمد عاصم بيك نائب الشرع يعني ممثل شيخ الإسلام في العراق محمد عاصم بيك برقية إلى المشيخة الإسلامية في الإستانة يحثها فيها على الاستجابة لمطالب إصلاح المدرسة وينقل فيها طلبات الكثير من أهالي بغداد الذين راجعوه في هذا ويدعو شيخ الإسلام إلى تسريع معاملة المضطة المقدمة إلى مجلس ولاية بغداد من مجلس ولاية بغداد بهذا الشأن في 13-12 إلى نظارة الأوقاف التي تقضي بجعل هذه المدرسة لاحظوا المضبطة التي قدمها الشيخ نعمان الأعظمي وأهالي الأعظمية وأهالي بغداد إلى مجلس ولاية بغداد ومجلس ولاية بغداد قدمها إلى نظارة الأوقاف تقضي بجعل هذه المدرسة دارا للفنون دارا للعلوم يعني الفنون والعلوم عند الأتراك دارا للفنون ولزوم تنظيمها دينا وسياسة دينا وسياسة يعني بجعل المناهج دينية وسياسية إذ إنها إن نظمت تكون مرجع الهندي والأفغاني والإيران يعني إذا صارت نظمت هذه المدرسة صراحة تكون جامعة يشبه بجامعة الأزار جامعة الأزار تكون مرجع لمن؟ للحنفية في بلاد الأفغان وفي بلاد الهند والمسلمين في إيران بغض النظر عن أن غالب مسلمي إيران من السنة والجماعة هم من الشافعية ولكن فيهم أيضا من الأحناف والأسيما كما تعرفون في جنوب شرق إيران على حدود باكستان وابغانستان اللي هم البلوش فضلا عن عدد أيضا كبير من الأحناف على ساحل الخليج العربي فيما يعرف ببر فارس فإذا راح تكون مرجع لطلبة الهند والأفغان وإيران فلاحظوا الفكرة كانوا يعولون على أن تكون الجامعة محضن للدعوة والعلم في شرق عالم الإسلام ونوه الشيخ أيضا في العدد الثامن بجهود عاصم بيك الموثل شيخ الإسلام وشكر الصحف المحلية التي عضدت مطالباته وحملته لإصلاح المدرسة ونوه كذلك بجهود الشيخ نور الدين الواعد والشيخ الحاج على الدين الآلوسي ورسائلهما في هذا الشعن ومتابعتهما لمساعي إصلاح المدرسة ومن ثم نقل البشرة للشيخ نعمان بتمام الأمر ونجاح هذه المساعي ثم يورد الشيخ نص رسالة الآلوسي لكم بهذا الصدد وأخيرا حصل فعلا ما رجاه الحاج نعمان وتحققت البشرة وتكللت جهوده أخيرا بالحصول على موافقة السلطان على تجديد مدرسة الإمام بأبي حنيفة وتطويرها فعمرت المدرسة وزيد على بنائها وتوجه الطلبة إليها وكثر فيها ووصل رحمه الله بجهوده هذه هو من معه من قطع من تاريخ المدرسة واستمر عاملا فيها ومواكبا لمسيرتها حتى أضحى عميذا لها سنة 1924 وعرف بها وعرفت به حتى وفاته واستلام الأستاذ فهم المدرس إمام أمرها ومن ثم انتقال إدارتها بعد وفاة فهم المدرس إلى الشيخ حمد العظمي وتحولها إلى كلية الشريعة في الأربعينيات الميلادية من القامل العشرين رحم الله الجميع هذه إخواني هي قصة مجلة تنوير الأفكار المجلة الدعوية الرائدة في العراق ومناح الإصلاح ودعوة الإصلاح فيها وجوانب مما نشرته خلال هذا العمر القصير الذي لم يتجاوز إلا سنة واحدة يظهر فيها وعي من أنشأ هذه المجلة بأهدافها ورسالتها اهتمامهم بجانب الدعوة والفكر والثقافة والإصلاح وقرن هذا جميعا بالجانب السياسي والعمل من أجل إصلاح الأوضاع في العراق عامة وفي الجانب التربوي والعلمي خاصة وفي المدارس العلمية تحديدا كمدرسة الإمام يبي حنيفة والمدرسة المستنصرية التي للأسف استجيب لدعوة نعمان الأعظمي وغيرهم المؤرخين والأثارين فانتشيت المدرسة المستنصرية من واقعها بعد أن كانت مخزن تخزن فيه يعني الأشياء أو مخازن للمحلات حولها وطورت ولكن بقيت على حالها معلما أثاريا تاريخيا ولكن لم تتحول إلى ما كان يطمح إليه الشيخ نعمان الأعظمي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المحاضرة نافعة وفيها بعض التذكير بمآثر علمائنا المتقدمين وهي دعوة للتأسي بهم والسعي على طريقهم ومحاولة اختباس الأفكار منهم ثم هي دعوة أخيرة للمعنيين بالكتابة في تاريخ العراق الحديث والمعاصر للنواحي التاريخية السياسية الاجتماعية الإعلامية الدعوية أو حتى جانب الشخصيات للعناية بهذه المجلة فهي تستحق أقول بكل وضوح تستحق أن يكتب عنها على الأقل أو تكتب عنها على الأقل رسالة ماجستير في أحد أقصان الدعوة في العراق بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة